رقم 10 في الكتاب أنا لسه كنت أقول لك بقى خشوا بقى على كابتن بيبو وأكيد فيه كلام كتير يتقال رقم 10 في الكتاب هو أحسن من ارتدى الرقم 10 يعني أنا عامل حتى الرابط في الكتاب بهذا المفهوم وأفضل من ارتدى الرقم 10 في اعتقاد يعني هو كابتن الخطيب واحد من أهم أساطير الكرة في مصر وأنا بعتزي جدا بتأديره وحبه ده كابتن الخطيب مع كتاب المكوفين والكور هنحكي عنه دلوقتي لأنه تقديم الكابتن محمود الخطيب بالمناسبة هذا ما حصلتش هل سنحكي عنه لكن في كتاب الأساطير الكابتن الخطيب عاملت ما أكثر من حوار حطت في الكتاب حوارين منهم اخترت حوارين اثنين حوار بيحكي فيه عن تاريخه وبالتفصيل وحاجات مهمة جدا 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 في الكتاب وحوار تاني قبل رئاساته النادي الأهل في 2017 حوار كنفغوات الأهمية وعد فيه بكل ما حققه خلال الأربع سنين اللي فاته الحوار فيه تفاصيل غريبة يعني فيه النقاط هو فعلا ألف الحوار اتنفست جميل بس انت هل اخترت يعني واضح ان انتاجك الأدب والصحفي كله مبني على مش بس الرياضة ده كرة القدم بصفة خاصة فده كان مبني على شغفك انت شخصيا بكرة القدم ولا مبني على زكائك الصحفي ان انت بتختار موضوعات وأسماء ضامن ان الناس هتهتم جدا بانها تقرى المحتوى عشان الأسماء صحيح انا كنت فكرة الانبهار انا مبهر انا بحب التاريخ جدا وبقرأ في التاريخ بشكل كبير جدا سواء تاريخ رياضة او غيره انا قريت عن الحروب والحرب العالمية التانية وما لا زالك لكن توقفت قدام اساطير زي دول انا كنت مبهر بفكرة فريق مرتجي انا لازم عن محوار عد صلح الوحش كان لازم كنت مصرع عن محوار النجوم الكبار دول انا شايف انها فرصة لا تعوض وفعلا مرت السنين واثبتت التجربة انها فعلا فرص لا تعوض اننا يعني يمنح للقدر اننا اجمع كل دول وامل حوارات خلال عشرين سنة مع المهنة مع كل هلاء الاساطير اعتقد ده شرف كبير كده اشتركوا في القناة